تساؤل عن تسقيف تسقيف اتين تنتمنى يكون شريقة قارب جدا ربما نشوف وشي ممكن الاسبوع المقبل مع الشركات باش فعلا نديروا الاتفاق الاخير لانا الان غادي يكون مشكل تقني في النقاش الدقيق في النقاط معينة اما بدأت تسقيف هو مبداسة في التخد وراها المسؤول عن القطاع قال اننا سنطبق القانون ارتفاع الاسعار ماش يبيدينها او التانية غادي تقولوا انها ارتفاع الاسعار وانتفعت الاسعار البصلاء والبطاطا شا نديروا واش انتوما الان الاسعار الحاجة اللي مستوردة مستوردة الحاجة اللي كانت تحكمه فيها كانت تحكمه فيها ما كانت تحكمه ما كانشي شركة اللي غا تتبيع عليك بالخسارة كانشي قعد اللي غادي بيكي بالخسارة اذا انت خسوي الربح ولكن يربح في حدود معينة ماشي يربح تعلها حسب المستهلك اذا انتقولوا نعم الربح ولكن حدود معينة وهذي كل الحدود هي اللي غا تنقشوا معهم ان شاء الله بالتدقيق اما بدأت تسقيف ما نعافش كنت يكتب ان الحكومة اتراجعت ما اتراجعت الناس يبيعوا في الكلام يبيعوا في الكذوب هذا ما لا يليق لان انا عمري ما قلت ان اتراجعنا قلت تسقيف متوافق عليه لانك انت تنقل لكم كين واحد العصابين الديه لدروت بيغا التهرس خسيني يجيب للمغاربة الشهاجة اللي تبقى احنا كنت تدربوا على ذلك شيء غا تبقى ان شاء الله اشتركوا في القناة